من الحلقات اللي بنصحكو نصيحة شخصية ان انتو تكملوها للاخر وبعد ما تعرفوا المحتوى بتاعها تقفلوا الحلقة وتبدأوا تطبقوا من اول دقيقة بعد ما تشوفوا الفيديو ده وده ليه لان دي فرصة وفرصة محترمة جدا جدا تقدر من خلالها تجيب ارباح وارباح كويسة مفيش حد نصحته يشتغل على المجال ده قبل كده اللي وجالي بعد اسبوع او اقل هو محقق ارباح وارباح كويسة جدا جدا واللي كملوا في المجال ده وصلوا الارقام كبيرة ارقام هما ما كانوش يحلموا بيها من على العمل على الانترنت فليه لا انت ما تشتغلش بنفس الطريقة دي وتزود عليها التركاية اللي جايبها لك النهاردة حلقة النهاردة كنا قبل كده بنشرحها بشقين اتنين اما انك تشتغل برص مال وتجيب ارباح من اول يوم او تشتغل بدون رص مال وتجيب ارباح بعد اسبوع بعد اسبوعين ايه رأيك لو قلتلك النهاردة هتشتغل بدون رص مال وهتجيب ارباح من اول يوم او تاني يوم زي اللي شغال برص مال بالزبط معنا حيلة تسويقية جديدة انا ما ظنش حد شرحها قبل كده على اليوتيوب واللي يعرفها مش عايز يقول عليها لحد فخليك انت من اوأل الناس اللي تستخدمها وتشتغل بيها وتجيب بيها ارباح محترمة ومتنسناش من دعوتك ونبدأ على بركة الله بحلقة النهاردة يلا بينا كل اللي انا عايزه منك ان انت تسمع الحلقة دي وتديها وقتها وتفهم كل صغيرة وكبيرة واي حاجة تخطر على بالك انت مش فهمها انزل تحت في الكومنتات واكتب تعليقك وانا هرد عليك مباشرة من غير متأخر هكلمك النهاردة ببساطة شديدة عن العمل في تسويق المنتجات اللي موجودة في مواقع البيع زي موقع تاجر زي موقع تاجرلي زي موقع انجزني مواقع تانية كتيرة جدا جدا فكرة المواقع دي واللي انا اتكلمت عنها قبل كده كتير وفي غير اتكلم عنها قبل كده كتير ان في تجار عندهم منتجات كتيرة بالجملة بيبدأوا يبعثوا المنتجات دي او بمعنى اخر يحطوها في الستور الخاص بانجزني او موقع تاجر على سبيل المثال تتباع مثلا الترينج ده اللي تشوفيروا قدام منكم الترينج الشتوي سعره امتين وتسعين جنيه لو انت بعته بمتين وتسعين جنيه انت بتاخد خمسة واربعين جنيه عمولة نفس الكلام هنا الترينج ده بتاخد انت خمسة واربعين جنيه عمولة مية خمسة وتمانين جنيه بتاخد خمسة وتتاتين جنيه عمولة متين وخمسة جنيه بتاخد اربعين جنيه عمولة وكل دي كده منتجات ومنتجات تانية كتيرة الى ملا نهاية نفس الكلام عندك في موقع تاجر كل دي كده منتجات انت بتبيع بمئتين وعشرين بتاخد من الموقع خمسة وعشرين جنيه صافي أرباح ممكن تزود عن كده صاف الربح بتاعك وممكن تقلله معندكش أدنى مشكلة الميزة في المواقع دي يا ريان ان المواقع دي بتديك حاجة اسمها معاينة قبل الاستخدام او معاينة قبل الاستلام يعني حضرتك لما تيجي تجيب عميل عايز يشتري على سبيل المثال مجموعة الألوان دي انت بتقول له انت بتعاين قبل ما تستلم فقبل ما بيستلم بيعاين ودي ميزة محترمة جدا جدا لك انت عشان تزود من عد المبيعات بتاعتك كنا بنتكلم وبنقول في الاول انك علشان تشتغل على الطريقة دي وتجيب منها أرباح وأرباح كويسة بتاخد المنتجات دي اما انك بتنزلها على الماركت بليس ودي الطريقة المجانية وتنتظر اي حد يدخل على الماركت بليس وشوف الصورة بتاعتك او المنتج بتاعتك او بتاعك يدى يكلمك ويقول لك والله انا عايز اعمل اردر من عندك وشرحت عبلي كده ووردتكو سكرينشوت للأردرات اللي وصلت بعدها بساعة على طول خلاص مش اسبوع ولا اسبوعين لا ده كان حتة كده من عندي انا ولكن انت بتنتظر وانت ونصيبك فيه ناس بتجيب معاها نتائج محترمة من اول يوم وفيه ناس ممكن تستنى يوم يومين تلاتة اسبوع فالموضوع هنا مش مضمون وان لو عايز تشتغل براس المال فانت بتعمل صفحة على الفيسبوك وتعمل اعلانات للمنتجات اللي انت بتجيبها منين من موقع تاجر من موقع انجزمي من اي موقع تاني خلاص وانا ان الطريقة التانية اللي هي براس المال بتجيب ارباح فعلا من اول يوم لان فيه اردرات بتتم من اول يوم لان ده اعلان اللي هيكلمك وهتخصم من ثمن الاعلان هو العميل المحتمل تبنيجي بقى دلوقتي للحيلة التسوقية اللي انت جايبها النارعيان اللي تخلينا نجيب ارباح من اول يوم خلاص ومن غير ما نعمل اعلان ومن غير ما ندفع ولا سنت واحد ونجيب النتائج والعمل المستهدفين اللي عايزين المنتج ده بالاخص والطريقة دي سهلة جدا جدا وبسيطة وموجودة على الفيسبوك نعمل ايه? ادخل كده اول طريقة معنا على الفيسبوك وكتب كلمة ملابس على سبيل المثال اكتب كلمة اكسسورات على حسب النيتش اللي هتشتعل عليه اكتب كلمة مكياج اكتب الكلمة اللي انت هتشتعل عليها انا مسلا هتطبق على الملابس خلاص فهكتب كده ايه? كلمة ملابس واخش على الجروبات تمام? وابدأ ادخل على كل الجروبات دي ركز مع الجروبات فيها بيع كويس جدا جدا الجروبات فيها بيع معدي الجروبات اللي موجودة في خلاص فانت انضم اكتر ليه اي جروب زي كده انضم ليه لانه بيبقى جروبات يعني شوية مقفولة فالبيع فيها زيادة شوية ولكن حضرتك بتنضم لكل الجروبات دي لما تعمل اكاونتي جديد على الفيسبوك وتبدأ تخش كده على جروب جروب. هنعمل ايه حضرتك? احنا بنقتنس العملاء يعني ايه بنقتنس العملاء? بندخل على جروبات زي دي. في مسلا منتج هنا هو موديل سويتشرت تلاتة لون كابتشو او كابشو اي ان كان خلاص في مسلا من اتنين اللي قسدنا من ده معندناش فيه كومنتات. عندنا اتنين وعشرين كومنت هنا. فيهم تقريبا اتنين وعشرين عميل محتمل. خلاص وده بيتكلم على ايه موجود يعني اتنينج ده انت ممكن تجيبه اصلا من اين من موقع زي موقع مسلا على سبيل المسادة انجزني. ده ده ترينج وده ترينج وممكن تدور هنا على الترينجات والاخر. خلاص? طيب. في كمان تاني في سبع. لأ سبك منه. قليل. في كمان بوست في اربعة وعشرين. في كمان بعد منه في سبع. ماشي سبك منه. في كمان بوست في تمانية. في كمان بوست في سبعتاشر. هتلاقي اختلاف. لان دي جروبات بابلك. خلاص? الجلوبات فيها اكتر من كده بكتير. ده بس انا عسابين مساء الجروب. في جروب تاني. تمام? تحت كده شوية هتلاقي عندك ايه? ستة وتسعين كومنت على ايه? باشا على انت ممكن تلاقيه اصلا لو دورت فين هنا او هنا. خلاص? طيب? فين يا باشا? اعدة ستة وتسعين? دور شوية تاني هتلاقي عندك سبعة مش مشكلة. هتلاقي تحت خمسة تاشر. هتلاقي بعد كده اتنين وستين هنخش للالاف دلوقتي بس تركزوا معين. خلاص? هتلاقي التلاتة مش مشكلة قليل. هتلاقي تمانية وتسعين. وهتلاقي كتير. دور هتلاقي كتير جدا جدا. عندك برضى نفس الكلام ادي جروب تاني وبالمناسبة انا واخد الجروبات دي عشوائيا زي ما انتوا شايفين خمسة وعشرين كومنت خلاص خمسة وتعاتين كومنت اربعة وخمسين كومنت اه اربعة كومنت لست نازل ممكن تسعين كومنت مش مشكلة. هتلاقي عندك يعني اركام محترمة جدا جدا وناس كتيرة بتعرض خلاص في المنتجات وناس كتيرة عايزة المنتجات دي فبتيجي للتعليقات وبتيكتب تعليقات محترمة. دورك بقى تعمل ايه? دخلت على بوست في ترينج زي ده على سبيل المثال. خلاص? وانزلت في التعليقات هلاقي الناس بتقول بتقول يعني بكام وخالي بدك من عشرين ساعة يعني مش من بعيد. بكامل ساعة مسلا بكامل جملة مش عارف بكام ايه. ادخل انا من بشرطا كده على موقع زي موقع انجزني وابدأ ادخل عالترينجات الملابس الرجالي يعني. واخد صور للترينجات دي وابدأ ابعادها للاشخاص دي. الناس المهتمة بالترينجات دي. اقول له واللهي انا مكتب بيع اولاين وعندي ترينج مشابه للترينج اللي حضرتك كنت بتعلق عليه ومهتم بيه. وحضرتك لو عايز تعاين قبل ما تسترمي ادي له بقى كل المميزات. المعاينة قبل الاستلام. والدفع عند الاستلام بعد المعاينة بالمناسبة. خلاص. وسعر الشحن قليل جدا جدا. وخامة محترمة. واركام مش عارف ايه. ادي لوكاء كل المميزات اللي موجودة فيهم في صفحة البيع هنا في انجزني او حتى في تاجر. خلاص. فانت بتجيب عملة منين من التعليقات اللي موجودة على الفيس بوك. انا ما شفتش حد تكلم على الموضوع دي قبل كده. ودي طريقة فعالة جدا جدا. لانك في ناس داخلة تسأل على اسعار المنتجات اللي ظهر قدام منك. في ناس بتسأل على الشحن. في ناس بتسأل على التوصيل. فكل الناس دي اصلا مهتمة. شفت الحاجة دي وعجبتها. فبنسبة كبيرة ممكن نحولهم من عملاء غير محتملين لعملاء حقيقيين موجودين عندك هيشتروا منك. هيشتروا منك. لا محالة. وده لقدرتك انت في الاقناع. انت تقنع ولا لا. طيب خلاصنا من الاركام الصغيرة. بالمناسبة الاركام دي اللي هي عشرين تلاتين. مش حارف ايه الكلام ده? بيتضاعف. ماسف. بيتضاعف لما تدخلوا الجروبات. الجروبات فيها اكتر من كده بكتير عن التجربة الشخصية. تمام? طيب. هل في صفحات? اه يعني مسلا في موقع اسمه او في صفحة اسمها ده ستور. الستور ده مسلا اكسس ورات ملابس مش عارف ايه. فيه كتير جدا جدا. انا خليت الجزئية دي الاخر الفيديو علشان التقني اللي كمل الفيديو للاخر يعرف يجيب فعلا الاف مؤلفة من العملاء. الصفحة دي بتعمل ايه? الصفحة دي بتنزل المنتجات. دي مسلا المنتجات خاصة بالمطابخ والكلم ده كله ايه الاخر يعني. خلاص? هنا كده درسات للحريب. تمام? وفي الاخر عندك هنا ممكن ايه? يعني شوية اطم او شتوي للاطفال. خلاص? فعندك اختلاف للمنتجات. الفيديو ده جاب اربع تلاف كومنتر. هتقول لي طب ممكن يكون اربع تلاف كومنتر مكررين عادي. في ناس بتخش كده تشترك في اي جروبات وخاص تكتب مبروك تكتب تامة تكتب تامة مشاركة مش عارف ايه. فكل الناس دي اصلا دخلة للصفحات دي عشان هي مهتمة بالمنتجات دي. مهتمة بالملابس. مهتمة بيه اه على سبيل المثال منتجات المطبخ زي كده الف ستمائة تعليق. وعندك هنا كام الف وتسعمائة ومئة وتتراتون تعليق. كلهم بيقولوا الله ينور كام مش عارف تام حلو مش عارف ايه التنفيذ لحد فيه. اه العرض نفسه شغال لحد انت. كل الكلام ده عملاء محتملين. ممكن ادخل للعملاء دول. هنا بيتكلم على درسات فانا اجيب درسات من المواقع دي. وابدأ ادخل للتعليقات واجيب الناس دي كلها واعرض عليهم الدرسات دي. خلاص. هنا بيتكلم على اه يعني لبس للاطفال شتوي. ادخل برضو على المواقع دي. واجيب لبس اطفال شتوي. منين? من القائمة من جميع الفئات هنا. وابدأ ادور على ملابس ومنها ملابس اطفال على ثبت المساء لو فيه ملابس اطفال وادخل على ملابس اطفال. نفس الكلام هنا كده ادور على ملابس اطفال وادخل على ملابس واجيب كده يعني منتجات وصور لملابس الاطفال وووكلم الناس دي. الناس دي حتى لو تلتها مش هشتري في تلتين موجود ناس مهتمة. لان دي دي اصلا صفحات ودي صفحة كبيرة جدا جدا اسمتها كونكو ان ديس بالمناسبة. وليها اكتر من فرع موجود في مصر في كتير جدا جدا من العملة اللي بيشتري منهم. وفي كتير جدا جدا تعليقات موجودة ناس عايزة خلاص اما انها تشترك اما انها تشتري اما انها متابعة لربما يكون في عرض معين طلقاته ايا كان فدي عملة موجودين بالفعل حضرتك لما تعمل اعلان الاعلان بتاعك بيظهر لهم. بتدفع فلوس عشان يظهر لهم الاعلان. طيب انت مش هتدفع فلوس انت هتجيبهم مشاكل تلقائي من التعليقات الموجودة عندكم دلوقتي. انا اوردتكو صفحة واحدة اسمها كوكو انديس صفحة سعانة. خلاص? واردتكو يعني جروبات بسيطة. واردتكو طريقة محترمة تجيبوا بها الجروبات. مش داخل اوريك كل الصفحات اللي تشتغل عليها. مش داخل اديك كل الجروبات اللي تشتغل عليها وإلا هيكون في تزاحة. ادخل بنفسك ودور على الصفحات الشبيهة بصفحة كوكو انديس والجروبات الشبيهة بالجروبات دي. وادخل وانضم وابدأ ابحس وجيب الناس دي من التعليقات وفلترها. وابدأ ابعث لهم العروض بتاعتك واشتغل. واجيب ارباح يا تقني. وابدأ ابعث لكده سكينشوت بالارباح بتاعتك. لو عايز تتبع الطريقة التقليدية. موقع انجزني من الموقع المضمونة. موقع تاجر شغال كواس جدا جدا. جيب من المنتجات وعرضها في الماركت بليس واشتغل. وهتجيب ارباح وارباح كواس جدا جدا. من الحلقات اللي بنصح بها اي مبتدأ على الانترنت. وفي النهاية ما تنسوناش بدعموكم باللايك والشير والكومنت. وكان معاكم محمد الرئيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة